السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا لهذا اليوم المفعول المطلق للصف الثامن تأمل عزيز الطالب الأمثلة الآتية قال تعالى وكلم الله موسى تكليما قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا انطلق العداء انطلاق السهم يعامل الأردن الناس كلهم معاملة عادلة متساوية قرأ مجلس النواب مشروع القانون قراءتين قبل إقراره صرح المسؤول تصريحات واضحة بشأن قانون الانتخاب الجديد تأمل عزيز الطالب الكلمات التي تحتها خط في الأمثلة السابقة تكليما فتحا انطلاقا معاملة قراءتين تصريحات لو سألنا ما نوع هذه الكلمات التي تحتها خط نلاحظ أن جميع هذه الكلمات دلت على حدث غير مقترن بزمن وهذا ما يسمى باللغة العربية المصدر فالمصدر هو ما دل على حدث غير مقترن بزمن معين كلم مصدرها تكليم وفتح مصدرها فتح وانطلق مصدرها انطلاق وعامل مصدرها معاملة وقرأ مصدرها قراءة وصرح مصدرها تصريحات والآن لو تأملنا هذه الكلمات ونظرنا في الأفعال كلم فتح انطلق يعامل قرأ صرح وقارناها بالمصادر تكليما فتحا انطلاقا معاملة قراءة تصريحات نلاحظ أنها تشترك في اللفظ أو حروف الفعل مع تلك المصادر وهذا ما يسمى المفعول المطلق فالمفعول المطلق هو اسم منصوب مشتق من اللفظ الفعلي يدل على حدث غير مقترن بزمن معين إذن عزيز الطالب المفعول المطلق هو عبارة عن مصادر منصوبة أخذت أو اشتقت من نفس حروف لفظ الفعل الآن عزيز الطالب ما الغاية من المفعول المطلق يقع المفعول المطلق في لغتنا لأغراض أو غايات متنوعة هيا نتعرف عليها أعد النظر في المثال الأول قال تعالى وكلم الله موسى تكليما نجد هنا أن المصدر تكليما في هذا المثال جاء مؤكدا لوقوع الفعل كلمة والتركيز على حصول التكليم من الله تعالى لموسى عليه السلام وتثبيت هذا المعنى في ذهن المطلق فهنا الغاية الأولى من استخدام المفعول المطلق وهي التأكيد على وقوع الفعل والآن انظر إلى المثال الثاني والثالث والرابع قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ففي هذا المثال جاء المصدر هنا لبيان نوع الفتح ووصفه بأنه مبين وأيضا وصف المعاملة في المثال الشائر الرابع بأنها عادلة وأيضا في المثال الثالث أضاف المصدر إلى كلمة السهم فالسهم هنا مضاف إليه لبيان نوع الانطلاقة فالغاية الثانية من استخدام المفعول المطلق هي تأكيد وقوع الفعل مع بيان نوعه أما في المثال الخامس والسادس نقول قرأ مجلس النواب مشروع القانون قراءتين قبل إقراره صرح المسؤول تصريحات واضحة بشأن قانون الانتخاب الجديد فهنا أكد المفعول المطلق على حدوث وقوع الفعل قرأه مع بيان عدده قرأه قراءتين وفي المثال السادس أيضا بيان نوع بيان أكد حدوث وقوع الفعل مع بيان عدد مراته بقوله تصريحات إذن الغاية من استخدام المفعول المطلق في اللغة العربية أولا يأتي المصدر أو المفعول المطلق لتأكيد وقوع الفعل كما ورد في المثال الأول كلم تكليما أيضا يأتي المصدر أو المفعول المطلق لتأكيد وقوع الفعل وبيان نوعه كما ورد في المثال الثاني فتحا مبينا وفي المثال الثالث انطلاق السهمي وفي المثال الرابع معاملة عادلة أما في المثال الخامس والسادس أتى المفعول المطلق لتأكيد وقوع الفعل مع بيان عدد المرات عندما قلنا قراءتين وتصريحات ما الحكم الإعرابي للمفعول المطلق؟ تأمل المثال الأول وكلم الله موسى تكليما تكليما مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة أما في المثال الثاني قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتحا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة أما في المثال الثالث انطلق العداء انطلاق انطلاق مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف السهم مضاف إليه مجرور بالكسرة أما في المثال الرابع يعامل الأردن أن ناس كلهم معاملة عادلة متساوية معاملة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة أما في المثال الخامس قرأ مجلس النواب مشروع القانوني قراءتين قراءتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى أما في المثال السادس صرح المسؤول تصريحات واضحة بشأن قانون الانتخاب الجديد تصريحات مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم إذن الحكم الإعرابي للمفعول المطلق منصوب دائما وعلامة نصبه الفتحة كما في المثال الأول والثاني والثالث والرابع أما إذا كان مثنى ينصب بالياء كما في المثال الخامس وإذا كان جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة كما في المثال السادس إذن أصدقاء الطلبة نستنتج مما سبق المفعول المطلق هو اسم منصوب مشتق من لفظ الفعل يدل على حدث غير مقترن بزمن معين إذن المفعول المطلق هو عبارة عن مصادر وتكون منصوبة دائما أما الغاية من المفعول المطلق أولا يأتي المفعول المطلق لتأكيد وقوع الفعلي أو لتأكيد وقوعه مع بيان نوعه أيضا يأتي المفعول المطلق لبيان عدد مرات وقوع الفعل والآن عزيز الطالب أكمل الفراغ فيما يأتي بمفعول مطلق مناسب مع بيان نوعه أحترم والدي احتراما احتراما جاءت هنا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة لتأكيد وقوع الفعل أما في المثال الثاني رحل المستعمر رحيل الذليل رحيل مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهنا جاء لبيان نوع الفعل أما في المثال الثالث دارت المركبة الفضائية حول الأرض دورتين دورتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والغاية هنا من المفعول المطلق بيان عدد مرات وقوع الفعل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء أتمنى منكم حل الواجب صفحة 38 39 40 41 42 من كتاب اللغة العربية المتعلق بالقواعد